يذكر التائب أن الله تواب يعفو والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم يعني حتى تظهر فائدة اسمه الغفار التواب لو كان البشر ما يخطئون أبدا ولا يذنبون أبدا كيف ستظهر فائدة اسمه التواب الغفار يقال للتائب التائب من الذنب كما لا ذنب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفرح التائب إذا عرف أنه يولد من جديد أنه إذا صدق في التوبة وغفر له ما مضى لأنه يحمل هم أوزارا كذب زنة فعل أفعال محرمات كثيرة المسكرات الحشيش المخدرات أنواع المعاصي اليوم والآثام تملأ العالم إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغذر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يعفو سواك التائب مهم أن يعرف ويؤمن بأنه مهما كثرت الذنوب فإن باب التوبة مفتوح إلى آخر لحظة قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال ثم يتوبون من قريب قال ابن عباس القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت إذا كان قبل تقبل في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغر غر يكفي التائبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن رب عز وجل إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وفي الحديث القدسي ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء يعني السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض يعني ما يملأها وما يقاربها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة فيا من شاب وما تاب أموقل أنت أم مرتاب أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما وعظتك العبر أما كان لك سمع ولا بصر إلى متى هذا التواني يا مغترا بالأمان إلى متى هذا التقصير أما علمت أن العمر قصير ولم يبق منه إلا اليسير قال ابن عباس رضي الله عنه ما دع الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيرا ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة قال الله تعالى لهؤلاء لما ذكر أمرهم في سورة النساء أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال أنا ربكم الأعلى ومن قال ما علمت لكم من إله غيري ثم قال ابن عباس رضي الله عنه من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحذ كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه لابد من إعانة وتوفيق من الله بل دعا الله المنافقين النفاق الأكبر إلى التوبة فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجلا عظيمة بل إن الله تعالى دعا من قتلوا أصحاب الأخدود إلى التوبة الذين حرقوا أولياءه قال لهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال عنهم هكذا قال حسن البصر رحمه الله انظر إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة غفر الله لقاتل المئة لقاتل المئة نفس وأوحى إلى الأرض أرض المعصية أن تباعدي وإلى أرض الصالحة أرض الصالحين أن اقتربي لما اقتصمت فيه ملائكة الرحمة والعذاب قال قيسوا إلى أيته ما كان أقرب اجعلوا من أهلها يكتب حتى تستلم ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب فاستلمته ملائكة الرحمة لا مجال لليأس ولا مكان للقنوط هذا جاي تائب مقبل إلى الله من قنط المذنبين من رحمة الله يخشى عليه الهلاك وفي الحديث إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك وفي حديث آخر أنه قال للرجل المقنط أكنت بي عالمة أو كنت على ما في يدي قادرة وقال للمذنب إذا فتخ الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار روى أوداود حديث صحيح تعف الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمان يا من إذا وقف المسيء ببابه سترى القبيح وجاد بالإحسان وأنا المسيء وقد رجوتك سيدي تعفوا وتصفحوا للعبيد الجاني رابعا من القواعد التهنئة بالتوبة وإظهار الفرح والسرور بالتائب هذا من إخوانه المسلمين حوله التوبة نعمة من أعظم نعم الله على العبد وتهنئت التائب بتوبته وإظهار السرور بذلك هذا يريحه كثيراً ويشجعه عندما يقبل عليه إخوانه بمحبة لما فعل جاء في حديث كعب بن مالك في توبة كعب رضي الله عنه فجعل الناس يتلقوني فوجاً فوجاً يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك وقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك روى المخاري مسلم لما جاء عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني جئت مسلماً قال فرأيت وجه تبسط فرحاً روى التلمذي وإذا كان الله تعالى يفرح بتوبة عبده أفلا نفرح نحن بتوبة عباده ونستقبل التائذين بالبشر والسرور قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحاً بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته وفي رواية فاتجع في ظلها ليموت فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده إذا هو بها قائمة عنده جاءت على رأسه يا وحده جاءت فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه بخاري ومسلم خامسا في التعامل مع التائبين يا إخواني لا نعير أحدا بذنب لا قبل التوبة ولا بعدها بل نستر عليه نعير إعانة للشيطان وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمضى بضربه قال أبو هريرة فمنا من يضرب بيده ومنا من يضرب بنعلي ومنا من يضرب بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم رواه بخاري وفي رواية لأبي داود ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه يعني الحد كفارة الحد كفارة الشيطان يريد أن يزين المعصية فكذلك يريد أن يقنط من الرحمة طبعا لو قال قائل أنا لازم أذهب للمحكمة وأعترف بما فعلت أقول أني يعني مثلا زنيت لأجلد أو أرمى أرجم أقول أني سكرت حتى أجلد أقول أني فعلت أقول الجواب لا يكفيك التوبة بينك وبين الله التعامل مع التائب في هذه الحيثية دقيق وحساس قال يوسف عليه السلام لما عفى عن إخوته وأوه يعرف الذنب الذي فعلوه في حقه أصلا هو عانى سنوات يعني معصيتهم في حقه تسببت في أخذه رقيقا أبيعي بثمن بخس وجعله عبدا مملوكا ولأوه يتذكر المسلم أنه بشر يمكن أن يزل كما زل ذاك ويخطئ كما أخطأ ذاك ويذنب كما أذنب ذاك الله قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فكما هداكم يهدي غيركم ومن القواعد تعليم التائب أحكام التوبة ما هي شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم إلى أهلها طيب كيف يتوب من الغيبة وكيف يتوب من السرقة نعلمه كيف يتخلص من ماله الربوي كيف يتصرف فيما اشترى بمال حرام هل يتزوج من زنى بها ما هي الشروط الصلوات التي فاتت عليه ما حكمها كيف يصلح ما أفسده إلا الذين تابوا وأصلحوا ماذا يفعل برحيمة التي قطعها سابعا دلالة التائب على ما ينفع بعد التوبة كيف يروح إلى أصدقاء الطيبين مثل قاتل المئة لما نصح العالم أن يترك قرية وقرية السوء ويذهب إلى قرية فيها ناس صالحين يعبد الله معهم نعلمهم كيف يهجر أماكن المعصية وكل وسائل معينة على المعصية وأرقام الجوالات التي فيها البلاء والمصائب والرسائل والصور والصحبة الصالحة المساجد انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإن أرض سوء كيف تدوم على سؤال الله ثبات وتقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأخيرا متابعة التائب عدم قطع الصلة به نبقى معه على اتصال لتثبيته ونساعده في إيجاد عمل حلال في إيجاد زوجة في الحلال نفسح المجال له مثل ما استقبل عليه الصلاة والسلام المخزومية لما قطعت يدها كانت تأتي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل أشياء وتقضى حاجتها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا وأن يحسن خاتمتنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته